اللهم صل و سلام و بارك على سيدنا محمد و على أهل وأصحابه أجمعين ازيكم حبيب قلب و أخبركم و عاملين يا رب و كلكم كونوا صحة و بخير دايما يا رب النهاردة بإذن الله معنا خلطة كده جميلة جدا هنعملها للفراخ البلد البيض و كمان هنعمل خلطة للبر بس طبعا الفيديو بتاع البطة هنزل بكرة بإذن للنهاردة ان شاء الله هننزل عن الفراخ البلدي زي ما حضراتكم شايفين أنا هنا بس حاجز عليهم بالسلك كده علشان خاطر طبعا ما يخرجوش و يبهدلوا الدنيا عاوزة كل حبيبي كل اللي دخلولي و قالول كل سنة و انتم طيبين و بخير و صحة و سلام دايما يا رب ربنا ما يحرمني منكم دايما يا رب و كونوا كده سند و كونوا عز وليل النهاردة بإذن الله الفيديو بتاعنا جميل جدا جدا شاكين طبعا أنا بصور لكم الأجواء أنا كنت هنا قبل المغرب يعني أنا مجدش من الصبح كنت طبعا في البيت و كده فانا كنت شغالة طبعا فقولت بقى روح بقى أكلهم لان أنا عاوزة أقول لكم ان أنا النهاردة كنت جاية مبارح بالليل كنت جاية الساعة واحدة بالليل من هناك كنت طبعا بنضف كل المزرعة من أولها لأخيرها و زي ما انتم شايفين طبعا باسم الله و مشاء الله عاوزة كل حبايب كده لأول مرة يشوف قناتي يا ريتينز اشترك فيها ويفعل الجرس على الكل و ما تنسيش تحط لايك للفيديو عاوزة بالله عليكم النهاردة باعيب ميلاد حطيه لايكات كتيرة جدا 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 كل اللي بيحبوا مشاهدوا طيورها يا ريت كده تكتبوا لي تعليق حلو كده كومنت كده يكون كويس و كمان تدعو لي كده بصلاح الحال وان ربنا طبعا يرزقنا برزق ولادنا اللهم أمين يا ربنا وانتم اللهم أمين يا رب عايزة لكات كتيرة جدا منكو كده النهاردة كده هنبدأ الروتين بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم زي ما حضراتكو شايفين طبعا انا هنا كنتم مولاة على الحلل بتاعة الميا اللي انا بضغ فيها للطيور عندي طبعا انا الحلل ديت مش بخسلها يعني بس عشان ما حدش يقول لي انت ما بتخسلهاش او هي مش نضيفة لأ الهباب اللي عليها منبرة دوت مطرح ما كنا مولعين عليها بالصفيحة طبعا هنا كمان ما في السلك الألمونيا وكده بدي برضو جيب سلك الألمونيا برضو اخسرهم يعني ادعاكم كده دعكة تكون كويسة اه هنا زي ما انتم شايفين معايا هنا خلطة جميلة جدا هنا معايا بوايا اكل البيت زي ما انتم شايفين هنا اه انا طبعا مولاة على المياه تسخن كده هنا بقى معايا شايفين هنا تنظيف سمك طبعا تنظيف السمك دوت كله بتاع النهاردة اه زي ما انتم شايفين كده طبعا كنت جايبة سمك اه كان كان سمك كده معايا تنظيف كده زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله اسمته كده على الحالتين بحيس برضو ان انا اعمل الحالتين بتوع الاكل ويكون برضو جوبهم كده حاجة زفرة البط ياكل منها كده ويشبع والفراخ كمان عاوز اقول لكم الفراخ اه لما بتاكل السمك بسم الله ما شاء الله نسبة البط عندها بتبقى جميلة جدا جدا الناس كتيرة كلمتني وقالتلي السمك بيخلي البط بتاع الفراخ تبقى زهمة اه بيخلي بيبقى البط بتاع الفراخ بيبقى زهم بس لو انت اكلت على طول احنا طبعا بنعمل حساب الزفارة بس ممكن ناكل مرتين في الاسبوع كويس جدا او ثلاث مرات في الاسبوع ما فيش فيها اي مشكلة تمام هنا طبعا زي ما انتو شايفين انا مش هستنى طبعا السمك لما يستلق احط كده العجيرة بتاعتي على المية طبعا زي ما انتو شايفين اه وهسيبها طبعا مع نفسها بقى يعان هو كده كده اصلا هتستوى كلها في بعضيها تمام كده هخليها طبعا كلها تستوى مع بعضيها هنا طبعا كان ابو شهدي كان عمال يقرب من اعطلهم لأ هو شي هما شايفين او عارفينها انا بس ايه يعني الاضافة بتاعت النهاردة اللي هي السمك لاني الناس كده جدا قالتلي انت بتعمليها بالسمك ازاي انا بحط المية كده ممكن ان انتو تسلق السمك وممكن ان انتو تحطين اي كده وتحط عليها العجيرة وتطبخيها عادي مفيش فيها اي حاجة زي الرز هو كده كده اصلا السمك اول ما المية هتغلي فما عادش هيحتاج اصلا اي حاجة هتلاقي استوى من غير اي حاجة طبعا انا هنا بعمل في كل حلة من دولت بعمل فيها بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك يا رب ويزيد بعمل في كل حلة من دولت تلاتة كيلو من العجيرة طبعا بقى بحط عليها بقى اي بوائم بتاعة البيت بحطها عليها اي حاجة حتى لو لو متعش بتبقى فايدة ممكن ان انا زودها بها مفيش اي مشكلة هي دي بقى طبعا يعني دي مزة العجيرة ان انت ممكن تزودها باي حاجة طبعا اشري اللامون ده برضو كويس جدا ان الطيور على فكرة يعني المرارة بتاعته بتعمل الطيور اصلا بتبقى كويسة جدا وكمان للبرد بتبقى كويسة زي ما انت طبعا شايفين يعني بسم الله ما شوء الله ربنا يبارك يا رب اهيت حاجة كده كويسة هنعمل بقى دلوقت حالا الخلطة بتاعت الفراخ البيض هنا طبعا معايا هنا خضر اهيت وبصل وطماطم طبعا الطماطم ده كلها مستوية فطبعا كده زي ما انت شايفين دي الخلطة بتاعتي اللي انا ورتها لكم بارح الشكارة دي مكونة من درة صفرة ودرة عويجة وشعير وغلة وكمان نسبة من العلف يعني فيها كذا حاجة بسم الله ما شاء الله انا بس حبيتها ورها لكم هيت انا اخدت مطباقتين اتنين عشان طبعا حبيب اللي يعودوا يقولوا احنا لازم نحط قد ايه او مش قد ايه حسب الطيور اللي عندك شوفوا الطيور اللي عندك بتستهلك قد ايه تحطلها انا هنا حطيت مطباقتين عشان طبعا هما لسه هيكلوا مني الدشيشة لما هتخلص هنا بقى هزول بقى حاجة كده مكونات بصوا تخلوا الفراخ كده تمطلقوا بير هنا نص معلقة شطة صغيرة عايز اقول لكم يا جماعة الحاجات دي ما تقطروش منها في الاكل عشان ديات مواد قبضة يعني ايه قبضة يعني بتخلي الفرخة وهي بالبيد بيجي لها كده زي نظام حزقان بتقعد تحزق كده طبعا فدوض غلط فما تقطروش من الحاجات دي وانتو بتحطوها حبت البركة حطي منها زي ما انت عاوزة بس الشطة والكركم كمان دي مواد قبضة فاخدوا بالكم جدا جدا عشان طبعا بتخلي الفرخة طول ما هي عمالة بيد تلاقيها كده تقعد تطلع سوق جامل جدا وتقعد تطلع يعني البيضة كده بالحزق يعني تقعد تحزق جامل كده تقوم منزل بيضة فابل الله عليكم انتو بتحطوا الحاجات دي بشوش برضو كده عشان برضو مهما كان برضو الشطة بتبقى حمية ما ترجعش تعمل التهاف المعدة بتاعت الفراخ والحاجات دي يعني حطوا كده بكميات قليلة هنا برضو معايا كان معايا هنا طبعا الخمسة كيلو الدورة الصفرة اللي كنا جايبينهم من بارحة همت شايفين طبعا عاوز اقول لكم الخلطة دي جميلة جدا جدا هتغنيكي بقى عن اي حاجة والشكارة بتاعتها مشغال يعني الشكارة 300 جنيه كويسة جدا هتجي بي هتعب معكي اصبعين وزي ما قلت لكم انا بحط منها مرة واحدة بس يعني ديت والله العظيم شوف انا من الصبح من صباحية ربنا لسه جاية للطيور كن حوالي المغرب لسه هو تأولكش بأكلهم بصوا انا قبل ما مشي بالليل كنت حطا لهم اكل فبسم الله ما شاء الله يعني كنت عامل حساب اللي انا هجي بكرة متأخر فكنت حطا لهم على بياب برضو بالزيادة تعالوا نشوف بقى مع بعض كده الفراخ بتاعتنا بسم الله ما شاء الله البلدي بتاعتنا شايفين عامليني ازاي بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالحاجة كده جميلة تفتح النفس طبعا من اقل تكلفة هتخلي الفراخ عندك هتملالك الدنيا بيد شوية يرز عندك شوية تعيش شوية طماطم شوية خضرة بتعملوا كرومب وفضع عندك شوية كرومب قطعيهم نعم كده وحطوه لهم مع شوية ضرر سفرة اي حاجة موجودة عندك البطاطا برضو البطاطا برضو بشرورهم شوية بطاطا مع حب الضرر مع اي حاجة موجودة عندك مش هيقولوا لا هيكلوا هيشبعوا البطاطا فى نسبة فيتامين بس عاوز اقولك البطاطا الايام دي غالية جدا باربعة جنيه كيلو كانت الاول بنص جنو بجنه كيلو الوقت باربعة جنيه طبعا دلوقت كل البايعين عارفين ان احنا بناخدها بنستعملها للطيور بتاعتنا فغلوها فطبعا كل حاجة الوقت بقيت غلية اللهم مستعان فطبعا احنا بنحاول بقدر الامكان شايفين بقى الخير والرزق بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله دي بقى سر الخلطة شايفين انا قلتلكم الدور اللي فات قلتلكم انا هعمل لكم الخلطة وهتشوفوا النتيجة بعنكم شايفين بسم الله ما شاء الله حتى الفراخ اللي هي فاكرين الفراخ اللي احنا كنا مربينها اللي هي الشامعة الزغيرين مبشرين ببسم الله ما شاء الله حاجة كده جميلة والله العظيم عندي فراخ اول مرة يبشروا عاوز اقول لكم سنهم دولات ثلاث شهور ونص يعني بسم الله ما شاء الله عارفين لما الحاجة كده ببشر تدك حاجة بسم الله ما شاء الله تبقى حاجة جميلة جدا جدا دي طبعا سر الخلطة اللي احنا بنعملها وسر الحاجة طبعا كنت هنا فرشة هنا مبارح نشارة بالليل فالبد مستخب في قلب في قلب النشارة كده اهم شايفين بسم الله ما شاء الله عشر بضاط في منتهى الجمال اللي في الدنيا عاوز اقول لكم كمان ان وانا ماشي اتلاقيت برضو كان في فراخ ما شاء الله بعد ما اكرت اتلاقيت برضو طلب بضاط يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك يا رب والحلوة والقوة الا بالله حاجة كده جميلة جدا بجد يعني بصوا الحاجة الخلطة انا اديتها لكم دي جميلة جدا تقدر ان انت اجي بيها وهي دي موجودة مفيش منها بالشقارة هتها بالكيلو يعني انا والله يعني بصراحة انا كنت راح اجيبها بالكيلو اجيب من كل حاجة خمسة كيلو بس عشان اورها لكم الناس كتيرة جدا طلبت مني الخلطة بتاعة الفراخ البيض فدي ببصوا اتلاقيتها كده الشقارة دي اتلاقيتها اصلا معمولة جهزة متعبية جهزة فاجبتها على طول فكانت بسم الله ما شاء الله طبعا بصوا هنا كمان كنت عاوز اوريكوا الديوك بقت عاملة ازاي بسم الله ما شاء الله دروك الديوك اللي كانت طلعة لرأد وكان فيه فراخ برضو كانت طلعة لرأد بسم الله ما شاء الله اللي كنا منزلينه على القناة مرتين كانت الفرخة طبعا كنت تحطا لها بيد من الفراخ مرتين بسم الله ما شاء الله غير كمان الفراخ اللي هيا كانت طلعة اللي احنا كنا جايبينها وبنزل دورتها بسم الله ما شاء الله عاوز اقول لكم برضو ان الرومي الرومي دلوقتي انا بصراحة حطه مع السمان يعني ما نش عارف هو صح ولا غلط بس انا حطى الرومي الزغير كله دلوقتي مع السمان بحيث انه هو بيكل مع السمان يعني فزي ما انتم شايفين ها باسم الله ما شاء الله ربنا يبارك دوت الفيديو بتاعه النهاردة يا رب يكون عجبكم ما تنسونوش فلايك واشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلوكم من القناة كل جديد ويكون جزاك الله كل خيرا